هذا ودعى وزير الخارجية الروسي إلى إغلاق مخيم الركبان على الحدود الأردنية السورية وعودة عشرات الآلاف من السوريين العالقين فيه إلى بلداتهم وقراهم من جانبه أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة يحفظ وحدة سوريا أرضاً وشعباً ويضمن عودة آمنة للاجئين نحن ندعم تفكيك معسكر الركبان في أسرع وقت ممكن معظم اللاجئين هناك يريدون العودة إلى ديارهم كما قال منوثل الأمم المتحدة الذين زاروا المخيم معظمهم يريدون العودة إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية من الضروري التوقف عن منع اللاجئين من الوصول إلى الحرية لأنهم في هذا المخيم لا يشعرون بالحرية الظروف المخيم لا تطاق وهناك الكثير من النساء والأطفال أعلن الأمريكيون من جانب واحد عن إنشاء منطقة آمنة في منطقة التنف يبلغ قطرها 55 كيلو متراً من غير الواضح كيف يفسرون وجودهم غير القانوني هناك هناك العديد من الجماعات المسلحة غير القانونية هناك تتعاون الولايات المتحدة معهم وتساعدهم على التعافي دكتور عبدالله صوالحة مدير مركز دراسات الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان ينضم إلي أيضاً عبر سكايب أهلاً دكتور صوالحة أولاً أهمية هذا اللقاء بين لفروف والصفضي في هذا اليوم وعلمنا أن الصفضي سيزور موسكو أيضاً في الأسبوع ربما المقبل نعم يعني أنت تعلمين أن هناك تنسيق مستمر بين الأردن وروسيا فيما يتعلق في النزاع في سوريا ومنذ أن دلعت الأزمة السورية كان هناك نوع من التنسيق بين الأردن وروسيا حول ما يجري داخل أراضي السورية أعتقد أن اليوم الحديث كان مرقزاً أكثر بشكل خاص على مخيم الركبان وإيجاد آلية ومخرج تفكيك هذا المخيم وعودة اللاجئين يبدو أن الذي تحدث به وزير الخارجي الروسي يأتي ضمن سياق الصراع مع الولايات المتحدة أو التنافس مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأزمة السورية هناك رأيي بالنسبة للروسي يعتقد أن الأمريكان أو الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في إيجاد مخرج لهذه الأزمة نحن نعلم أيضاً أن هناك تحفظ أمريكي على موضوع عادة الإعمار في سوريا أو وصول إلى حل سياسي في سوريا لا يتضمن عملية انتقال سياسي وبالتالي أي حديث من قبل الروس عن سوريا يجب أن نضع في أذهاننا أن هناك فيتو أمريكي حول أي خطوات روسية لا تضمن عملية انتقال سياسي في سوريا ولا تضمن إعادة رسم الخارطة السياسية في سوريا طيب أين يظهر الدور الأردني في كل ما ذكرت أو المصلحة الأردنية بدأنا بالحديث عن مخيم الركبان في منطقة متاخمة للحدود الأردنية السورية وضرورة الإسراع في إعادة اللاجئين ما هي مصلحة الأردن أو أهمية بالنسبة للأردن في هذا السياق؟ أولا الأردن مهتم بشكل أساسي بأن تكون سوريا دولة واحدة غير مقسمة وأن تكون لها حكومة مركزية الأردن دائما كان مع إيجاد حل سياسي في سوريا وكان مؤمنا منذ اليوم الأول أن أي عمل عسكري لن يصل إلى أي نتيجة وبالتالي كان الأردن وجلالك الملك أعلن أكثر من مرغو في أكثر من منتدى عالمي وفي أكثر من خطاب أن الأردن يؤمن بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية مشكلتنا في الأردن أن آثار الأزمة السورية انعكست بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية في الأردن من خلال استقبال أكثر من مليون ونصف لاجئ سوري وهو تقريبا أكثر دولة تضررت من الأحداث في سوريا هي الأردن وبالتالي مصدحتنا في الأردن هو إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا ذكرت موقفا متصادما بين موسكو وواشنطن في القضية السورية الأردن هل هناك أيضا تصادم في مصالحه مع واشنطن تحديدا؟ الواقع أن الأردن يحاول أن يكون متوازنا في ردة فعله ولكن أيضا هناك إيمان عميق لدى الكثير من السياسيين في العالم العربي أن الأزمة السورية لا يمكن أن تحل دون ما أن يكون هناك توافق أمريكي وهذا أيضا ما ذكره اليوم وزير الخارجية الأردني أنه بدون توافق روسيا أمريكا لا يمكن أن يكون هناك حل وبالتالي مهما كانت مواقفنا متحفظة أو منحازة إلى جانب أو آخر بدون توافق أمريكي روسي لا يمكن حل الأزمة السورية وأعتقد أن الأردن يعني ميال لهذا الاتجاه أنه يجب أن يكون هناك توافق بين الولايات المتحدة وروسيا لإيجاد مخرج وحل سلمي لهذه الأزمة أشكرك دكتور عبدالله صوالحة مدير مركز الدراسات الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمال